وزن أبيات من بحر المتدارك أها لقد تداركت الخطأ الآن تداركت خطأ ما خلال محاولتي لوزن أبيات من بحر المتدارك لقد عرفنا أنه بحر أحادي التفعيلة يرتكز على تكرار تفعيلتي فاعل وأنه يأتي بصور عدة هي التامة بتكرار تفعيلتي فاعل ثمان مرات في البيت والمجزوء بتكرار تفعيلتي فاعل ست مرات والمشطورة بتكرار تفعيلتي فاعل أربع مرات لنأخذ الأبيات التالية كمثال من بحر المتدارك هل لي إذا جاءني زائر عارض ليس لي غير أنمذعنا أنحني وحتى نتعرف على وزنه بطريقة سهلة سنقوم أولا بكتابة البيت عرضيا كما يلي هل إذا جاءني زائر عارض ليس لي غير أنمذعنا أنحني ثم نقوم بتقطيعه وفق ما فيه من حروف متحركة وساكنة كما يلي هل إذا جاءني زائر عارض ليس لي غير أنمذعن أنحني نقوم الآن باستبدال كل حرف متحرك برمز شرطة والحرف الساكن برمز سكون التقطيع الرموز والتفعيلات على النحو الآتي هل إذا جاءني زائر عارض هل إذا جاءني زائر عارض شرطة سكون شرطة شرطة سكون فاعل 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 ليس لي غير أن مذعنا أنحي شرطة سكون شرطة شرطة سكون شرطة سكون شرطة شرطة سكون شرطة سكون شرطة سكون شرطة سكون شرطة شرطة سكون فاعل 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 وهذه الصورة لبحر المتدارك التام بتفعيلته السالمة التي لم يدخل عليها زحاف أو علة انتبهوا إن هذه الصيغة نادرة الورود بهذه الكيفية السالمة فقد تأتي التفعيلة فاعل مذيلة بإضافة ساكن إلى نهايتها فتصبح فاعلان سأوضح ما قلته الآن في هذا المثال الجبين الذي مرغته الشطوط تستوي واحدا في يديه الخيوط التقطيع الرموز والتفعيلات كالآتي الجبين الذي مرغته الشطوط الجبين الذي مرغته الشطوط فاعل 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 فاعلان تستوي واحدا في يديه الخيوط تستوي واحدا في يديه الخيوط فاعل 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 فاعلان وقد تأتي التفعيلة مشعثة وذلك بحذف أول الوتد المفروق منها فأصبحت فال أو فاعل وقد تأتي مخبونة وذلك بحذف الثاني الساكن منها فتصبح فاعل ومثال على بحر المتدارك التام بتفعيلته المشعثة والمخبونة الدمع الأسود فوقهما يتساقط أنغام بياني التقطيع الرموز والتفعيلات كالآتي الدمع الأسود فوقهما الدمع الأسود فوقهما فعل 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 يتساقط أنغام بياني يتساقط أنغام بياني فعل فعل فاعل فاعل ومثال آخر أكرم في الجود بها مددا نعما لم نحصلها عددا التقطيع الرموز والتفعيلات كالآتي أكرم في الجود بها مددا أكرم في الجود بها مددا فعل 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 نعما لم نحصلها عددا نعما لم نحصلها عددا فعل 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 بهذا نكون قد أنهينا وزن أبيات من بحر المتدارك أتمنى أن ألقاكم قريباً التلخيص بحر المتدارك بحر أحادي التفعيلة يركز على تكرار تفعيلة فاعل بحر المتدارك يأتي بصور عدة هي التامة بتكرار تفعيلة فاعل ثمان مرات في البيت والمجزوءة بتكرار تفعيلة فاعل ست مرات والمشطورة بتكرار تفعيلة فاعل أربع مرات الخطوات الرئيسية لتقطيع الأبيات الخطوات الرئيسية لتقطيع الأبيات أولاً كتابة البيت عروضياً ثانياً نقوم بتقطيع البيت وفق ما فيه من حروف متحركة وساكنة ثالثاً نقوم باستبدال كل حرف متحرك بالرمز شرطة والحرف الساكن بالرمز سكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر